اشتركوا في القناة 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 من اللي هو إنسان آخر بيحاول يساعد الجميع بيحاول يشرح خالفني بالرأي يجيت هاجمته أجي قال أنا بأمنش بالطالع أنا بأمن بمكان القمر يجيت قلت له أنت غلطان يجيت أنا هاي عم أرجع للتعليقات جاوبك أو أعطى كثير منك طوالع وجاوب على هاي المرحلة يجيت قلت له أنت غلط يا أخي هو حر هو مقتنع بهذا الاشي قاسه على نفسه شافه اشي صح فخلص هو صح ليش أنا أخالفه في الموضوع والله يجزي الخير هاي قاعد بيجاوبك برضو وبعطيك أجوبي أعطوا أجوبي جاوب إذا عندك معلومة أنت تفيد فيها أي إنسان تفيد أنا مش محتكر العلم أنا مش علامة العصر يا عمي أنا أجهل منك وكلك أنا بتعلم لسه ماشي إلي ثلاثين خمسة وثلاثين سنة بشتغل في هالمجال ما بخدني أنا والله زي ناس شكلك مغرور أي طز فيك مغرور أنا بدأ نغرب في إيش شو اللي أنا والله يكسبانه من وراها الموضوع عشان أنغار فيه يعني أنا قاعد ببرم بالحكي يعني شوي هيك الأمر بده بس إنكوا تشغلوا مخكم معي أنا اليوم رح أشرح لكم شو سبب انتحاس الكواكب وراح أحكي لكم إياها بكل صراحة وبكل أريحية عشان أنتوا تكونوا فاهمينها خلينا أول إيش نروح على توقعات اليوم من خلالها رح أركز أنا عند بعض نقاط ياريت تسمعوا المقدمة أهم إشي غلب حالك يا أخي غلبوا حالك ومشانا الله الحلقة هاي غلبوا حالك وقعدوا بس اسمع يا أخي اعتبر حالك بتحضر في مسلسل تافه وقعدناك ربع ساعة بس اسمع المقدمة بس اليوم بديش تسمع الأيام الثانية اسمع بس اليوم عشان تفهم طيب توقعتنا اليوم ليوم الثلاثاء ثمانية وعشرين سبعة القمر موجود في العقرب في منزلة القلب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة وتأثير القمر حكينا على الكل لما بنحكي تأثيرات القمر على الكل يعني على كل الأبراج كل منتأثر بنفس الصفات هاي إجمالا بنسبة تسعين في المية الكل بتأثر من هاي النقاط في هاي الفترة دائما منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا من حبه بشدة يا منكره بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التامين قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت أو الاهتمام بأمور العقارات في زوايا مبارح ذكرناها من الزوايا البطيئة قلنا تأثيرها هذه من أسبوع لعشر أيام الزوايا هاي منها إيجابي منها سلبي ولكن الأغلب فيها بكون سلبية زاوية التسديس إيجابية أول زاوية رح تكون ما بعد الحلقة مباشرة هاي بين المشتري وبين نبتون رح تكون في تمام الساعة أربعة أو ست دقائق بعد العصر مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية في هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة وممكن تقع في الحب من أول نظرة أي أعطينا إيجابية للمشتري وعطينا إيجابية لنبتون الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين الزهرة أي الزهرة أعطت سلبية ونبتون أعطت سلبية رح تكون هاي الزاوية في تمام الساعة خمسة وسبعة وأربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بجوانب الجنسية والعاطفية بتعكر صفونا هاي زاوية التربيع هاي أو زاوية التقابل دائما هاي زواية سلبية بتكون بين الزهرة كوكب الجمال والعاطفة والحب وكوكب الخيال والإدمان والأشياء الغلط فهذا بتراجع وهذا عمل زاوية صارت زاوية تربيع عشان هيك منقول احنا هاي الزاوية بزيد من خلالها عملية التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين المريخ رح تكون في تمام الساعة تسعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء بسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن نتور بشكل مبالغ في وجه من ينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا بتكون ردة الفعل بكشف عيوب وأخطاء الآخرين عطارد له علاقة بالاتصالات له علاقة بالدراسة له علاقة بالمواصلات له علاقة بالفكر لما بعمل زاوية مع المريخ معناته في حدية المريخ له علاقة بالحروب بالمظاهرات بالانقلابات بالشغلات اللي زي هيك لما ندخل التعليم مع المريخ معناته هنا فوضى على المجال التعليمي ومظاهرات وإلى علاقة ما جبتها من دهر أبوي مش أنا حللتها هنا بورجيك أنا كيف بحلل في الموضوع هاي اطلعوا على أخبار الأردن هاي المدرسين ونقابة المدرسين وسكروها وشمعوها وهاي أنا بحكي لك شو السبب هاي الزاوية المعلمين والمعلمين بحدي عالي جدا للفترة القادمة كمان أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس راح تكون هاي في تمام الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر بنا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك هاي هنا اجينا القمر العواطف وأورانوس المفاجآت فرح يسبب بنا هاي الثورة وهاي زاوية سلبية الزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وعطارد هاي راح تكون في تمام الساعة تسعة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جرينيج نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد بالإضافة لنشاط الذاكرة وسرعة البديهة هي إيجابية كمان للقمر والإيجابية راح تلعطارد كمان زاوية التسديس إيجابية بين القمر والمشتري راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع دقائق بعد العصر بنهتم بمشاكل أو بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل الإنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية هاي إيجابية راح تلع القمر وراح تلع المشتري زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتن راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبعة عشر دقيقة بعد العصر بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا تجميل هاي برضو القمر أخذ إيجابية نبتن أخذ شوية إيجابية زاوية تسديس إيجابية اللي بعديها هي بين القمر وبلوتو راح تكون في تمام الساعة ثمانية وأربع دقائق مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة هاي آخر زاوية ماشي هاي القمر أخذ كمان نقطة وبلوتو أخذ نقطة طيب القمر هسا بنا نحكي مصطلحات عشان الواحد يقولك أنه يعني سعيد دايما ببسط الأمور بفهمش بالمصطلحات في علماء فلك ما شاء الله شاطرين بالمصطلحات وبالكلمات اللي بتنفهمش أساسا والناس بترددها وهي مش فاهمة أساسا إيش هي طبعا القمر موجود في برج العقرب خلو المسار القادم راح يكون يوم تسعة وعشرين سبعة دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها لبرج القوس عمر القمر القمر المربع ثمان أيام في تمام الساعة عشر واربع وخمسين دقيقة ظهرا بصير تسع أيام نسبة الإضاءة اثنين وستين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم ها يجينا هسا عشان تفهموا كيف إحنا منحلل بعد مجمل كل الزوايا هاي منجمعها إحنا منعطي نقاط لكل كوكب على حسب الزوايا اللي بديوا سويها منحكي بعديها إنه إيش السعيد وإيش المش سعيد طيب منيجي أول إشي عشان نحكي مصطلحات عشان الناس اللي بتقول لك سعيد بفهمش بالمصطلحات وبيحكيش منيجي على الشمس الشمس موجودة بالأسد هو في بيتها بيت سعدها فعشان هيكي بتكون نقطة إيجابية للشمس ولكن الشمس نفسها عملي عندي زاويتين تربيع وقويات الزاوية الأولى أول إشي هي زاوية مع أورانوس زاوية التربيع وزاوية التربيع منفصلة مع القمر بس تأثيراتها لسه موجودة هاي صار عندي القمر عندي الشمس أنا صارت منتحسة ولكن انتحاسها مش مية في المية انتحاسها بيجي عشرين في المية يعني بتعطيني شوية سلبية طيب عندي هنا بنيجي على القمر القمر عامل ماشي زاوية تربيع منفصلة مع الشمس ولكن عامل زوايا ثانية إيجابية رغم إنه موجود بهبوطه يعني موجود في مكان سيء لا إله من المفروض أن القمر يكون منتحس في المكان هذا فيه ناس بيجي بيقول لك مدام القمر دخل على القلب معناته إنسى تعملش ولا أي شي ولا تتجوز ولا تعمل أي عمي هذا كلام فاضي الكلام الصحيح إنه عامل زوايا إيجابية هو سعيد ولا نحيس إذا سعيد تتجوز وعمل اللي في الدكية ما فيه أي ضرر وإذا عامل زوايا منتحس في هبوطه معناته منتحس ما تتجوز وما تعمل أي أشياء ضرورية طيب القمر بما إنه موجود في العقرب بالزاوية هاي وعمل زاوية تثليث مع عطارد وعمل تثليث مع نبتون وعمل زوايا تزديس كاملة مع المشتري ومع زحل ومع بلوتو معناته إيجابي معناته اليوم القمر سعيد طيب عطارد في السرطان عطارد في السرطان من المفروض أن يكون سعيد لأنه أساساً له بيت لا هبوطه ولا منتحس ولا أي شيء وإضاءته وسرعته ممتازة ولكن إنه عامل زوايا تربيع جاي مع المريخ وجاي مع القمر الأسود هنا فقط طاقته مباشرة وصار منتحس صحيح إنه عامل زاوية تثليث مع القمر ولكن ضعيفة ماشي؟ طيب منيجي على الزهرة الزهرة موجودة برضو نفس الإشي موجودة عنا إحنا بالجوزاء وهي بالجوزاء عاملة عندي أنا برضو زوايا عاملة زاوية تربيع مع نبتن طب هاي زاوية التربيع مع نبتن كوكب بطيء معناته هذولا اثنين بطيئات وكوكب بطيء معناته هاي الزهرة صارت منتحسة ما أعطتني إيجابية رغم إنه هي من المفروض إنه تعطي سعادة لأنها عاملة برضو تثليث وعملة تثليث ثاني برضو مع مع نفس البيت اللي موجود فيه نبتن ولكن وعملة تثليث عفوا مع المريخ ولكن برضو أنا ما بقدر أعطيها أنا السعادة الكاملة بقول أنا سعيد خفيف فيها ولكن أنا بحطها بمزاج الممتزج أكثر يعني بتعمل مشاكل وبتعمل سعادة طول اليوم طيب المريخ المريخ بلش يعمل الزوايا اللي حذرت منها بتوقعات السنة يعني أرجع لتوقعات بداية العام بتلاقي وانا ذكرت المريخ لما بعمل زوايا وخصوصا مع المشتري اللي بتراجع وزحل اللي بتراجع وبلوتو اللي بتراجع معناته في أمور رح تحتدم هذا إلو أول إشي الحمل إلو علاقة بالحروب إلو علاقة بالجيوش وهذا كوكب النار وهنا زوايا التربيع جاي كلها مع مجموعة الجدي يعني في تهديدات في تهويل في تكبير في أخبار مفجعة في الفترة القادمة مفجعة وخصوصا لما تتشكل الأسبوع الجاي في توقعات الأسبوع رح أذكرها كوارث رح تكون في مفاجآت رح تكون ولكن مش إنه كوارث قمر ونجم بده يخبط في الأرض وقيام والقيام وما قيام لا في خيانات في تآمرات سياسية في ناس رح تسقط عن العرش وناس رح تستلم مكانها في تهديدات لانقلابات في تهديدات لثورات في تهديدات لمظاهرات في تهديدات إنه صوت الناس رح يطلع ممكن الربيع العربي بالفترة القادمة يظهر على الساحة مرة ثانية في بعض الدول فعشان هيك هذا إلو تأثيرات سياسية وبضرب الاقتصاد كمان زي ما إحنا شفنا الذهب ولو رجعته اللي سألوني آه إحنا نخزن يوم ما قالوا بدنا نشتغل في الذهب نشتغل بالعملة أو بالبورصة في أي إشي نشتغل أكثر إشي قلت لهم روحوا اشتغلوا بالذهب هذا الحقيق يبل شهرين يبل تراجعوا طارد أو ثلاث شهور قلت لهم روحوا اشتغلوا بالذهب الذهب رح يرتفع ومكاس بالذهب رح تكون هو الأولى واللي بيشتغلوا بالعملة رح يخسروا طيب من يجي على اللي بعديها جينا أقول لا إحنا وصلنا للمريخ طيب المشتري المشتري منتحس لأنه أول إشي المشتري وين موجود المشتري موجود في بيت هبوطه وبتراجع هاي نحستين مع بعض وعامل زوايا تربيع مع المريخ هاي منتحس ماشي زحل ونفس الإشي بتراجع وعمل مع المريخ هاي منتحس أورانوس عامل زوايا هو موجود بالثور وعمل زوايا تربيع مع الشمس اللي هو حكينا الشمس العلاقة بالحكام وبالأسد له علاقة بالقيادات وبما أنه الشمس بالقيادات وموجود بالأسد إذا تعمل تربيع مع أورانوس انقلابات ثورات سقوط عرش تولي أشخاص على حكم تآمرات سياسية مفاجآت في الفترة القادمة وبرضو أورانوس صحيح أنه عامل زوايا تربيع بس هو عامل زوايا تقابل مع القمر بس ضعيف ما بتعطيني قوة طيب منيجي على اللي بعديها على 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 نبتون نبتون عامل تربيع تربيع جاي مع الزهرة ذكرنا فمعناته هيك هو ضعيف وهو بتراجع لأنه معناته منتحس بس انتحاسته ما بتصل أكثر من عشرة لخمستاش في المية بلوتو في الجدي برضو بيتراجع وموجود في مكان برضو مش سهل يعني تراجعه في المكان هذا والتربيع مع المريخ وهو إلو علاقة بقلب المعطيات بيجيب المفاجآت معناته برضو منتحس فأنا لما أبدأ أجي أعطيك توقعات رح أعطيك توقعات على الانتحاس تبعة الكواكب والإيجابية تبعة الكواكب ما رح أجيب لكيها أنا من دار أبوي قبل ما نروع على التوقعات اليومية ما حدي يجي يقول سعيد أنت ليش معصب أنا مش معصب أنا طبيعة صوتي ضخامة الصوت عندي طريقة الإلقاء تبعتي لأني بندمج بالكلام اللي أنا بحكيه أنت بتحس أنه أنا معصب أنا فيش أطول من روحي لا بعصب ولا رح أعصب بس لما بدي أشرح لازم أنا أوصل لك المعلومة لازم تفهم المعلومة بس خلينا نروع على التوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر موجود في البيت الثامن لألكم وحكينا أنه القمر اليوم سعيد بمكانه بالنسبة للبيت الأول لألك المريخ عامل زوايا تربيع فعشان هيك برجع بقولك أنت اليوم مشحون بطاقة سلبية وعصبي لأنه المريخ عامل زوايا تربيع سلبية جدا أكثر المتضررين والأكثر عصبية رح يكونوا هم موليد العشرية الثانية لأنه أنتوا بتكونوا بالعشريات العشرية الأولى بتتأثر شوي والعشرية الثالثة بتتأثر شوي ولكن تأثيراتها هاي بتكون على بيت المتاعب يعني العشرية الأولى بتكون على صرف الأموال والعشرية الثالثة بتكون على المتاعب والمرض الصحي والتقلبات الصحية والعصبية وتراكم العمل والعشرية الثانية بتكون على العصبية وتقلب المزاج شوفوا هاي أنا عشان أحكي عن بيت واحد لما بدي أحكي بالعشريات شو بدي يصير قديش بدي أبرم تحكوا ليش بالعشريات طيب بالنسبة للبيت الثاني فهنا منيجي على أورانوس أورانوس برضو نفس الإشي حكينا إنه منتحس اليوم بسبب الزوايا فعشان هيك بيدعم على المصاريف بيخليك تصرف الفلوس بتجيك مصاريف مفاجئة أحداث مالية مفاجئة متطلبات مالية مفاجئة ممكن تنضغط في بعض المسائل أو يتأخر عليك بعض الأشياء أو تتعطل أمور إلها علاقة بالوضع المالي أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا الزهرة موجودة صحيح إنه مزاجها ممتزج ولكن نعطيها الإيجابية فبتنشط في عملية الاتصالات والحوارات والتنقلات وبصير عندك قدرة على الإقناع عالي جدا وبتنشط بأكثر من حوار مع بعض وممكن يكون لك نشاط في أمور العلاقة بالسيارة أو بالاتصالات أو الاهتمام بمسائل كمناقشة أو حوار أو مقابلة أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا عطارد وحكينا عطارد منتحس فرجع بضغط على مسألة البيت فبسبب إرباكات وتقلب في المزاج وحدية في الطباع ومشاكل ما بينك وبين أفراد العائلة فحاول قدر الإمكان أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية ما تكبر النزاعات وما تدخل بخلافات وما تفاقم الأمور أثناء التعامل مع أفراد العائلة ممكن تستقل مسألة معينة وممكن يطلع عندك مصاريف أنت مش متوقعها إلها علاقة في البيت أو لأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فبيت العاطفة من المفروض أنه يكون قوي ولكن زوايا اللي بيشكلها الشمس وتضعفها بتحدث مفاجآت على المستوى العاطفي وتحسس عالي وعصبية واختلاف وجهات النظر مع الحبيب وممكن تنشحن بطاقة سلبية عالي جدا وتخلق مشكلة ما بينك وبين أحد الأحباء وخصوصا ما بين الحبيب وما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء منقدر نحكي إنها جيدة بتدعمك بقوة على مستوى العمل على مستوى الصحة فممكن تتعزز عملك بقوة وتنجز أعمال بشكل جيد جدا خلال هذا اليوم وممكن تهتم بمسألة صحية أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراك المالي والعاطفي برضو اليوم جيد بيدعمك بقوة بيعمل بعض الإنجازات الرائعة فممكن تقارب ما بينك وبين الشريك في مسائل معينة أو تتفق على مسألة معينة أو حوار معين أو تهتم لأوراق قانونية أو معاملات وتنجزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا القمر موجود في البيت الثامن فأقول لك ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تستحيح الأقطاء بتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ وممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها برضو جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل علمية أو دراسة أو أكاديمية أو إلها علاقة بالتعليم فممكن تهتم بهاي المسائل بشكل قوي خلال هذا اليوم أو صير تواصل اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير رح يبعدوا أن يبدعوا أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء طبعا الجدي موجود هنا وعمل زوايا التربيع حكينا مع المريخ فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك هذا بيت السمعة هذا اللي بيهدد السمعة هنا ممكن تخسر عملك ممكن تصير مشاكل تكبر مشكلة ما بينك وبين زملائك بالعمل ممكن يتوجه لك انذار إذا خالفت القوانين ممكن خلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل ممكن خلاف مع أحد العلاقات العامة اللي أنت بتعرفها ومشكلة معينة تحدث خلاف معين حاول تركز بشكل جيد ما تهدد سمعتك ما تبالغ وما تخاطر خلال الفترة على أي شيء العلاقة بالعمل أو زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل وما تحاول تفرض سلطتك عليهم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء جيد بيدعمك بعمل تقارب ما بينك وبين زملائك ممكن تحلوا مسألة معينة أو تترافقوا أو خروجة أو لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 طبعا نبت وسلبي فعشان هيك بدك تدير بالك اليوم من المخاوف والوساوس والقلق حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك ما تخاف حاول برضو أنك ما تغامر وما تجازف وما تخلي الوسواس سيطر عليك على مسألة العمل وعلى مسألة الصحة الصحة بتتعلق فيك أو في أحد معارفك والعمل ما بينك وبين كل اللي أنت بتعمل معاهم إن كان زملاء أو إن كان زبائن برج الثور طبعا بالنسبة للبيت الأول أورانوس بحدث مفاجآت على المستوى النفسي والشخصي عندك فعشان هيك بعمل تقلبات مفاجئة على مستوى المزاج فلحظات بتلاقي حالك مبسوط لحظات بتلاقي حالك متنكد لحظات قادر تعمل لحظات مش قادر تعمل إشي في عندك عصبية عصابك متوترة نبرد صوتك عالي جدا اليوم حاول أنك برضو تركز كثير من الأشياء ممكن تتعطل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها تحمل بعض الإيجابية على المستوى المالي فممكن تحقق بعض الإنجازات أو الاهتمامات على المستوى المالي صحيح أنه الزهرة بتعمل زاوية ممكن تكون سلبية شوي ولكن ما رح تحدث لك هالفوارق ممكن تأجيل على مسألة مالية ولكن في النهاية إن شاء الله بتكون لصالحك أهم إشي أنك تهتم ببعض المصاريف أو الدفعات بالفترة هاي وما تورط حالك بمسائل مالية أنت مش دارس صح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء متقلبة على المستوى المزاج عندك حدية وعصبية اليوم برضو نبرد صوتك عالية زي ما حكينا مندفع ومتهور في بعض الأحيان حاول تهتم بسيارتك بشكل جيد ممكن عطل أو موضوع علاقة بالهاتف أو أجهزة إلكترونية أو أشياء من هذا القبيل ممكن تسرعك شوي يخرب عليك مناقشة أو حوار تركيز عندك مش قوي خلال هذا اليوم حاول تركز بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك الرابع فطبعا الشمس موجود في البيت الرابع برضو تعطيه نوع من أنواع الطاقة السلبية فعشان يوضع البيت متقلب في حدية بالطباع وعصبية وتقلب بالمزاج إصدار قرارات وقدرة وتحكم أو فرض الرأي ممكن خلاف معين أو نقاش أو حوار شوي يستفزك فأنت تهول أو تكبر المواضيع مشكلة عائلية شوي إنها تلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فممكن تقارب ما بينك وبين الأحبة أو لقاء مع حبيب أو التفكير في خروج أو تغيير جو أو الاهتمام بموضوع بتعلق في أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فبتهتم في مسائل إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة صحيح بتقدروا تنجز أعمالك بشكل جيد اليوم ممكن يكون لكو بعض الاهتمامات على مستوى العمل عالي جدا وبرضو بيكون لكو بعض الاهتمامات الجيدة والمهمة على مستوى الصحة أما بالنسبة للبيت السابع فالقمر مقابلكم تماما ومزاجه جيد فبينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم بس أحاول أنك تحافظ على هدوء أعصابك ونبرض صوتك لأنه القمر صحيح سعيد ولكن بوجوده بالمقابل شوي بسح بمنطاقتك شوي فعشان لا تعرض لقاءتك للفشل تحمل هذه الفترة فترة توتر لأنها يعني تعتبر من أكثر الفترات الضغطة بتكون خلال هذا الشهر وخصوصا لما بيكون أحد تجنب الخلافات كليا خصمك بالفترة هاي بيكون قوي وطباعك ليست هادئة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا بتكون جيدة برضو على مستوى الأموال المشتركة أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالبنوك أو الضريبة أو التأمين ممكن تنشط في مسألة إلها علاقة بقرض أو تسوية أو حل مسألة معينة وبتكون الأمور إلها نتائج إجابية بالنسبة لإلك حتى لو بدك تأخذ إشي بالأقصاد أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء ضاغطة على مستوى كبير إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم أو سفر بدك تركز على حجزك على أوراقك على سيارتك أثناء التنقلات عدراستك بدك تدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض لأنه ممكن تتفاجأ بصعوبة الامتحان أو الضغط اللي ممكن يتوجه لك بالفترة فحاول قدر الإمكان أنك تركز لأن التركيز عندك ضعيف أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بقوة بتعزز نقاط ما بينك وبين زملائك أو رؤساءك بالعمل فممكن تنجز عمل كان صعب أنك تنجزه بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيحدث بعض الخلافات أو النقاشات الحادمة بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن تستاءمن تصرفاته أو محاول فرضه لوجهة نظره عليك أو تدخله بشؤونك أو أنت تشك في أحد الأصدقاء أنه بتلاعب فيك أو بتآمر عليك أو بشي سر لإلك أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا المريخ هنا من قلك دير بالك من التقلبات الصحية ودير بالك من مشاكل ممكن تصير على مستوى العمل وأشياء ممكن تجيك بشكل مفاجئ من أعداء بتتآمر عليك بالخفاء أو بتحاول أنها تستغلك بالفترة وانتبه من النصابين برج الجوزاء طبعا القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك هو دخل على بيت العمل والصحة فبرهقك في المسألتين هدول أو أكثر شيء بكون متوتر خلال اليوم على هاي المسألتين صحيح أنه القمر سعيد ولكنه في مكانه يعني في بيتك السادس شوي بضغط عليك صحيح بعطيك إيجابيات وبعطيك فرص ولكن بالمقابل بوخذ بعض الأشياء بالنسبة للبيت الأول طبعا الزهرة بتدعمك على المستوى النفسي شخصيتك اليوم أقوى وثقتك بالنفس عالية وقدرتك على الإنجازات عالية برضو عندك سرعة بديهة عالية يعني في أشياء إيجابية بتدعمك خلال فترة هاي بشكل قوي جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء من عطارد بتعمل تقلبات على المستوى المالي أو حدية أو تقلب أو مصاريف أو أشياء فوضوية ممكن تتعطل بعض المسائل أو ما تزبط معك أو تتأجل أو يتم رفضها بأمور بتتعلق في الوضع المالي ممكن حتى أنك تستاء لطريق تحصيلك لبعض الأموال اللي من حقك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة فبتعزز علاقاتك مع أفراد العائلة ممكن تتحقق بعض المكاسب أو تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي إلها علاقة في البيت أو إلها علاقة بالعائلة ممكن برضو يحمل لك خبر جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي برضو جيدة فممكن تفكر في خروج في نزهة أو تغيير الجو أو مرافقة الحبيب أو ملاقاته أو مصالحة وفي منك رح يكون له تعامل مع ابن أو مع أحد الوالدين بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء طبعا القمر موجود فيها فمنقول إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدول غذاءكم وخذوا قسط كافي من الراحة بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال خلال هذا اليوم بشكل إيجابي من إيجابية القمر أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية وما بين الأزواج تقريبا بنحكي إنها إيجابية بتعزز بعض النقاط وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم فممكن تتلاقوا أو تترافقوا في مسألة معينة أو تحلوا مشكلة قديمة أو يصير في نوع من أنواع المصالحة أو الانسجام ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء حادة على مستوى الأموال المشتركة فبتظهر لك بعض العقبات في أمور إلها علاقة بالقروض أو الديون أو البنوك أو الأموال المشتركة فممكن شوي تنضغط في مسألة مالية أو يتراكم عندك بعض الأمور المالية أو تنضغط بسبب المطالبات أو أمور إلها علاقة بجدولة الديون والحسابات أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات وإنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم فممكن تنجز عمل بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن تهتم لموضوع إلو علاقة بامتحان أو مقابلة أو نقاش أو موضوع بتعلق بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد أو بأشخاص أجانب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا يعني في شكوك من بعض الأشخاص اللي بيعملوا معك أنهم بتأمروا عليك حدا بيستغيب فيك حدا بيحاول أن يقدم تقرير عنك أو يوشي فيك يأثر على سمعتك أو يهز سمعتك شوي أو ممكن تواجه بعض الاتهامات تحاول أنك تدافع عن نفسك حاول أنك أنت برضو ما تخالف القوانين وما تجازف ما تمشي وراء أهوائك بالفترة هاي وما تدخل بأي عداء مع زملك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط جدا على مستوى بيت الأصدقاء فهو ممكن يحدث لك مشكلة أو خلاف أو نقاش أو حوار حاج جدا يكون بينك وبين صديق أو تستاء من صديق معين أو يصير خلاف كبير ما بينكم أما بالنسبة للبيت 12 بيت المتاعب تقريبا أورانوس موجود بحدث مفاجآت على مستوى الصحة أو على مستوى العمل فبدأك تركز على صحتك بشكل جيد وبدأك تركز على عملك وكل ما يتعلق بأمور الصحة إليك أو لأحباءك أو أمور العمل اللي بتتعلق فيك في زبائنك وفي الأشخاص اللي بيشتغلوا معك في مكان العمل برج السرطان طبعا بالنسبة لعطار لأنه سلبي اليوم فعالمستوى النفسي أنت متقلب صحيح مكان القمر إيجابي وبيدعمك بقوة وعامل تثليث ولكن إنه برضو إنه هو ضاغط لأنه سلبي وكعطارد فعشان يك بيسبب بعض المشاكل والخلافات وبيجيب لك تقلبات بالمزاج وحدية بالطباع من وقت لآخر بتقلب مزاجك بسرعة برضو بتحس أنه فيه أشياء بتتعطل مش ماشي الأمور مثل ما بدك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي تقريبا نقدر نحكي أنه الشمس يعني بحدث بعض المشاكل فممكن أنه اليوم تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو عطل مالي أو التزامات عالية أو أعطال بتهتم نوع من أنواع المصاريف وخصوصا الاستشفائية والإدارية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات حاول ما تفرض بس وجهة نظرك على الآخرين أو تعطي أوامر الأمور بتكون جيدة بتنجح بكل الأمور حتى بأمور التسويق بتكون ممتاز وأمور الاهتمامات حتى بالتنقلات والاتصالات بتكون ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت جيدة بتدعمك بقوة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة اليوم فممكن تحلوا مشكلة معينة أو تتقاربوا على مسألة معينة أو يكون عندك لقاء عائلة أو جمعة أو اهتمامات بأمور إلها علاقة بالبيت أو ترميمات أو أمور إلها علاقة بعقار أو ترحيل أو شراء بيت جديد أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم بتجتازوا يوم إيجابي ببعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز ضع مخاوفك جانبا وما تتهرب لأجواء مناسبة لتتلاقى وللتلاقي وللتعارف والحب والغرام تعتبر هذه من أجمل أيام الشهر إذا استغليتها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي برضو العمل ممكن يظهر ملف أو شيء معين تهتم فيه بشكل مكثف أما بالنسبة للبيت السابع فهنا برضو برجع بضغط بحدية على مستوى شركاء الشركاء المال والعاطفة وعلى مستوى الأزواج فبدو تحضروا من الخلافات والنقاشات والحوارات وحدية الطباع وتقلب المزاج فممكن يصير أمر اليوم سيء مع الشريك أو سيء معك أو مع أقارب الشريك يعني أخته أمه شغلة زي هيك فممكن يصير مشاكل من هذا الجانب معاكم فبدو تكونوا حذرين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تدعمك ببعض النقاط اللي إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والأقصات والأشياء اللي إلها علاقة بالقروض مثلا بدكتوخ التسهيلات بدكتوخ الدعم اليوم تقدر تمشي في هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتعمل نوع من أنواع المخاوف أو القلق على شيء إلها علاقة بالأجانب أو بأشخاص خارج البلاد أو بموضوع إلها علاقة بالاستراد والتصدير أو إلها علاقة بالدراسة أو الاهتمام العلمي أو دورة معينة بتستصعب منها أو مناقشة أو مشروع بكون صعب أو بكون في ضعف حتى في ثقتك بالنفس فيه أما بالنسبة للبيت العاشر فهنا من قلك دير بالك على سمعتك هذا المريخ طبعا اللي موجود فعشانك ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء فيها مجازفات أو مغامرات أو مخالفة للقوانين حاول ما تحتد وما تعصب مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تتغيب عن دوامك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء تحدث بعض المفاجآت إما لقاءات أو حوارات أو زيارات أو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو خلاف بشكل مفاجئ أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهرة بتدعمك بشكل قوي على مستوى بيت المتاعب فممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بتخليك وبتهتم بصحتك أكثر وممكن تهتم ببعض المسائل الطبية برج الأسد طبعا القمر في البيت الرابع عامل زاوية تربيع هي مع برجك الشمس موجود عندك ضغطيتك على المستوى النفسي فهذا الإشي بيخلي نفسيتك متقلبي بيخلي حدية بالطباع وتقلب بالمزاج ردات فعل سلبي سريع جدا بتكون عندك إحباطات أو تعطيل لبعض المسائل أو أعطال في بعض الأمور بتصير فشوي بتعكر من مزاجك أو من صفوك بتخليك شوي تكون حد الطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو تحل مسألة شوي كانت معقدة على المستوى المالي ممكن أنه اليوم تحصل أو تحصل على أمر العلاقة بدعم مالي أو مساعدة أو قرض أو استرداد لا حقوق لا إلك أهم شيء أنك تقلل من المصريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا برضو إيجابية وبتدعمك على مستوى الحوارات والاتصالات والتنقلات والنقاشات سرعة بديهتك عالية وبرضو قدرتك على الإقناع عالية جدا مشحون بطاقة إيجابية وعندك رغبة بالانطلاق بأكثر من مسعى مع بعض أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا حكينا أن القمر موجود في البيت الرابع فبتنهمكوا في إدخال تعديل على ما سكنكم منكم ممكن يغير سكنه ويميل أفراد العائلة إلى مد يد العون لإلكم ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر عليك أو على استقرارك ممكن أنك تنهمك اليوم بحل مسائل عائلية أو شخصية ممكن تبدو قلق وتتدمر لأقل الإشارات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة اليوم برضو بتدعمك على المستوى العاطفي بتعمل تقارب وتلاقي ما بينك وبين الحبيب فممكن تهتم بمسألة لقاء أو حوار أو تهتم بتواصل معين أو زيارة أو اهتمام بأحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو يعطل معين في عمل معين أو مشكلة تظهر على مستوى العمل شوية أرقك أو خلاف معين وممكن أمور إلها علاقة بالوضع الصحي يعني تظهر على الساحة كمراجعة أو تعب صحي أو قلق على مسألة صحية بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى الشراكة فبتقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحل مسائل تجمع ما بينكم أو تقارب ما بينكم أو تتجاوز خلاف كان بالفترة الماضية أو تحمل مصالحة أو تلاقي على نقطة معينة وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فعندك مخاوف وقلق أو رغبة في بعض المسائل المالية ممكن متخوف من بعض الالتزامات أو الدفعات أو قلق من مسألة معينة إلها علاقة بالمطالبات أو إنك تنضغط بالفترة القادمة بالوضع المالي ممكن تفكر في دعم أو تحصيل النقود أو اهتمام في بنك أو ضريبة أو تأمين وممكن يصير بعض التعطيلات في هاي الأمور ما تمشي بسلاسة أما بالنسبة للبيت التاسع فالمريخ طبعا موجود هذا بزيد من الخلافات والنزاعات والنقاشات وبرضو بيعزز مشكلة معينة ممكن أو خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين شخص مقيم خارج البلاد أو أجنبي عنك فممكن تصير فجوة أكبر يعني تشحن حالك بطاقة سلبية أكبر فتزيد الخلاف أكبر بسبب الأفكار بسبب الأوهام بسبب تصرفاته بأي سبب ممكن ممكن برضو تعطي المسألة إلها علاقة بالدراسة أهم إذا كان عندك امتحان أو مقابلة تركز ما تتسرع بالجواب وبرضو في أثناء اللي بيشتغلوا في مجالات الاستراد والتصدير ما تغامر بمشاريع بدون دراسة جدوى جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها يعني إلها علاقة بأورانوس شوي بتحدث مفاجآت أو تقلبات على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تدخل بأشياء مشبوهة وما تتأخر عن دوامك وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى العلاقات والاتصالات والحوارات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أو تلاقي مع بعض الأشخاص أو تحلوا مسألة كانت مؤرقة بالفترة الماضية ما بينك وبين صديق أو تتلاقي وتتعاون أنت وصديق لحل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك 12 فاليوم توقع مفاجآت إلها علاقة بأعطال أو إلها علاقة بتخريب أو إلها علاقة بتأخير مسألة إلها علاقة بالعمل وبرضو مفاجآت وتقلبات على المستوى الصحي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة فبدك تكون حذر جدا وتتواقى وتدير بالك على صحتك وإن شعرت بشيء غير إعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك برج العذراء طبعا بالنسبة للبيت الأول أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية نفسيتك أحسن عندك ثقة بالنفس عالية استقرار نفسي عالي عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور والتواصل أو حل كثير من الأشياء اللي كانت متراكمة عليك بالفترة الماضية أهم مش أنك تحط المخاوف على الجنب وتنطلق أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي برضو جيدة بتدعمك وتعزز بعض النقاط المالية عندك ممكن تهتم بعمل إضافي أو تحصيل أموال لإلك أو اهتمام بمسألة العراقة بهبات أو مساعدات أو طلب نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا القمر موجود فبتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات فترى مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول خلال هذا النهار ولكن أهم شيء أنك تبعد عن العصبية والحدية في بعض المواطن أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة برضو بتدعم من علاقاتك وبتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل مسألة إلها علاقة بالعقار أو بالعيلة أو بمشتريات أو بكماليات إلها علاقة في البيت خلال هذا اليوم أهم شيء أنك ترتب وضع البيت بشكل جيد وما تتجنب أو تبتعد عن أي مساعدة بطلبوها منك العيلة أو أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بقولك دير بالك على المستوى العاطفي بشكل كبير وخصوصا ما تعتمد على الحظوظ نهائيا ركز على قدراتك وجهدك الشخصي ممكن تهتم ببعض المسائل العاطفية اليوم ولكن بدك تدير بالك من فرض السلطة أو فرض الرأي فممكن يزيد الخلاف أو يباعد أو يعمل فجو كبير ما بينك وبين الحبيب اليوم وممكن يعمل خلاف ما بينك وبين أحد الوالدين أو أحد الأبناء لا توجه صفة الأمر أو فرض الرأي على أحد الأشخاص اللي إحنا ذكرناهم عشان الخلاف ما يكبر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي زي مراجعة أو أدوية أو مكملات أو بعض العلاجات الوقائية أما بالنسبة للبيت السابع ففي مخاوف والشكوك اليوم بتزيد بتعطي أوجهة فبتتشك أو بتراقب أو بتتجسس على الحبيب أو على الشريك أو على الزوج أو على الزوجة على تلفونه على أوعيه على رسائل على أشياء من هيك دير بالك من الوساوس هاي لأنه بتوصلك لخراب البيت ماشي الشكوك مطلوبة ولكن الشك المرضي مهلك في الفترة هاي وخصوصا أنه ممكن أن يسبب خلاف وتصل لمرحلة القطع بالعلاقة إذا ما انتبهت أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة جدا على مستوى الأموال المشتركة فهاي بتراكم عليك بعض الالتزامات أو الديون أو المطالبات وبتكون مرهقة في منكو ممكن يتراكم عليه موضوع إلو علاقة بالبنك أو بقرض أو بتسوية أو يطلب مساعدة وترتفض أو قرض ويرتفض أو يتأجل للفترة القادمة حاول برضو أنك أنت ما تفرض سلطتك على الشريك عشان تحصل أمواله وخصوصا هاي من الأزواج للزوجات يعني شايف ذهبات مرتك ما تقولها بدك اتبعيهم شايف معها مصاري ما تحاول أنك تأخذهن والعكس برضو نفس الشي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إلها اهتمامات بأمور الاتصالات فممكن يجيك اتصال مفاجئ أو سفر مفاجئ أو تنقل مفاجئ أو امتحان مفاجئ فبدك تكون منتبه وتكون جاهز وتتلقى الامتحانات بشكل جيد بدون ما تكون مش مستعد وبعدين تطلع النتائج عكسية ممكن يكون لك تعامل مع شخص أجنبي عنك أو شخص خارج البليد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء طبعا الزهرة بتعطيك إيجابية بتدعم علاقاتك ومعارفك خصوصا مع الأشخاصيات المرموقة وبرضه بتقارب من ما بينك وبين زملائك أو روسائك بالعمل وممكن تنجز أعمال صعبة وممكن يطلع لك توظيف أو وظيفة أو عمل خلال الفترة أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا بنقول لك في تقلبات على مستوى علاقاتك بالأصدقاء ممكن طلبات أو إرهاقات أو بهموم أو بتهتم لهم من زيادة عن اللزوم أكثر من مسؤولياتك ركز بشكل جيد وحاول ما تكبر الخلاف ما بينك وبينهم إن ظهر يعني في نوع من أنواع النقاش فما تحتد بالنقاشات فتكبر الأمور أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الشمس ومنتحسة في بيت المتاعب فبرضه بتركز على العمل وبتركز على الصحة تدير بالك على عملك انجز بأوقات ما تأجل أعمالك دقق بعملك ما تعمل بس إنه عن غيب هيك حاول تدقق بالتفاصيل وبرضه اهتم بصحتك وخصوصا التقلبات الصحية والوضع اللي ممكن يحدث على مستوى الصحة بشكل مفاجئ برج الميزان طبعا بالنسبة للبيت الأول تقريبا الأجواء جيد اليوم مشحون بطاقة إيجابية رغبتك اليوم بالانطلاق الكبير وحبك لملاقات الناس أو الخروج أو الزيارات أو إنجاز بعض الأعمال اليوم بتكون عندك طاقة عالية جدا ولكن ما تتهور أهم إشي أما بالنسبة للبيت الثاني طبعا اليوم القمر موجود بيعطيك طاقة إيجابية بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتكون متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك ووظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل أو تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة برضو بتساعدك على الانطلاق والتحرك وأمور إلها علاقة بالنقاشات والحوارات والدراسة وأمور إلها علاقة بالسيارة أو إلها علاقة بالتليفون الأجواء تقريبا إيجابية عندك قدرة إقناع وتواصل عالية جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتكونوا حاذرين من بعض التقلبات على مستوى البيت اللي ممكن إنها تسبب بعض المشاكل وخصوصا العشرية الثالثة هذول أكثر ناس بدهم يكونوا حاذرين من التقلبات والمشاكل البيتية أو العائلية أو اضطرابات على مستوى البيت أو مشاكل ممكن تظهر هيك أو أعطال أو خوف على أحد أفراد العائلة أو مشكلة بتتعلق بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا جيدة بتدعم بشكل قوي على المستوى العاطفي بتقارب ما بينك وبين الأحبة فممكن اليوم إما لقاء مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو تحتفل بمناسبة معينة أو حل مشكلة كانت صعبة بتتعلق في الحبيب أو في أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بتخوفك شوي على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تهتم في مسألة إلها علاقة بالعمل أو هم معين لمشكلة معينة إلها علاقة بالعمل أو وسواس بتعلق بالصحة فبدك تحذر من الأمرين هدولا وتحاول أنك ترتبهم بطريقة عقلانية أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بدك تدير بالك من أي مناقشات أو حوارات وخصوصا العشرية الثانية هدولا الوضع عندهم صعب شوي يعني العشرية الثانية وأول العشرية الثالثة ممكن مشاكل مع الزوج خلافات نقاشات فرض الرأي أو السلطة أو الأوامر شوي تكبر الخلاف ما بينكو وممكن تفتح ملفات قديمة أو تكون عنيف حتى بردودك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتحدث مفاجآت على المستوى المالي إما بتتعطى المسائل لإلها علاقة بالقروض أو الديون أو الأموال المشتركة أو بتظهر بعض المطالبات أو الاهتمامات البنكية أو ضريبة أو تأمين أو مسائل لإلها علاقة بأموال الغير أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات الخارجية وخصوصا مع الأجانب وأشخاص خارج البلاد أمور إلها علاقة بالسفر بالإتصالات البعيدة بالامتحانات بالمؤسسات التعليمية كلها جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى عطارد تحدث بعض التقلبات على مستوى السمعة فما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة وما تخلي حد يهاجمك لأنه في أشياء معينة ممكن تفتح قابلية عند الأشخاص أنهم يهاجموك من نقطة ضعف لإلك بتشويه سمعتك حاول تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ودافع بدون عصبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتضغط على مستوى إلها علاقة بالأصدقاء فبتحدث بعض الخلافات أو سوء التفاهم أو النقاشات أو الحوارات اللي بتكون صعبة فممكن أنك تخسر بالفترة هاي صديق أو تدخل بخلاف مع صديق أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تهتم بصحتك وبراحتك وبأحد المقربين لا إلك برج العقرب طبعا القمر موجود عندكم فأنتوا اليوم مشحونين بطاقة وحيوية وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها إنها الدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني تعتبر هاي من أفضل فترات خلال هذا الشهر وخصوصا أن القمر صار موجود عندك فالفترة القادمة معظمها بتكون لصالحك في كثير من الأمور أما بالنسبة للبيت الثاني فالوضع المالي جيد فممكن تنجز بعض الاهتمامات المالية أو تحل مسألة مالية كانت معقدة بالفترة الماضية أو تحصل على دعم أو نوع من أنواع المساعدات أو تحل مسألة مالية كانت صعبة ولكن الأهم أنك تحافظ على مصاريفك أو المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث طبعا هنا منحكي عن الجدي فبتكون تديروا بالك أثناء تنقلاتك وحواراتك واتصالاتك ما ترهق حالك كثير جهازك العصبي يعني مهدد بأنه بالفترة هاي يصير تشنجات عضلية أو أمور العلاقة بالأعصاب بدك تنتبه بشكل جيد وبرضو أثناء الحوارات والنقاشات مزاجك بكون سريع جدا بالعصبية وبردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيد بتدعم من علاقاتك ومن تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحل بعض المسائل الجيدة اليوم أو تتقارب أنت والعائلة بمسألة معينة أو تتعاون في إنجاز أمر معين بتطلب عمل عائلة ممكن تفرح لخبر برضو بتطلب إلو علاقة بالعائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء شوي بتفتح بعض الوساوس أو الأوهام اليوم أو الخوف أو القلق على مسألة بتتعلق بالحبيب أو بأحد الأبناء أو أحد الوالدين وبرضو ممكن أنها شوي تخليه كيك يقلق على بعض المسائل وتوتر عندك يعني جهازك العصبي أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ضاغطة بشكل كبير على مستوى العمل فالفترة هاي بتكونوا حذرين ومنتبهين وخصوصا موليد العشرية الثانية والثالثة من بعض التقلبات اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تظهر مشاكل أو خلافات أو ملف تطلع نتيجة غلط أو تقييم لا إلها غلط أو مشكلة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وبرضو أشخاص اللي ما بيعملوا في البيت وخصوصا النساء بدهم يديروا بالهم على صحتهم وبدهم يديروا بالهم من التقلبات الصحية وأمور إلها علاقة بشد العضل وألام بأسفل الظهر والأقدام أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو تحمل مفاجآت أثناء تعاملك مع الشريك فممكن تحتده بلحظة وممكن تتصالحه بلحظة ممكن تظهر مسألة يصير فيها خلاف وممكن تتقاربوا في مسألة وصير في توافق ما بينكم الأجواء إيجابية استغلوها بشكل إيجابي ولكن احذروا من المفاجآت أما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم ممكن تنجز معاملات بشكل جيد إلها علاقة بالقروض أو التسويات أو أمور بنكية أو أموال مشتركة أو مشروع أو عقود أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء متقلبة وحادة في بعض الأوقات على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد وممكن يتقلب مزاجك أو تحتد من تصرف شخص أجنبي عنك أو تقلق بسبب موضوع معين أو تدخل بحوار تحتد وتعصب فيه إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فرب برضو بدك شيء اليوم لا تغامر ولا تجازف ولا تدخل بأشياء مشبوهة وما تدخل بخلافات حدي ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تتأخر عن دوامك على أساس أنه ما يتسجل عليك نقاط أي شخص بحاول يشوه سمعتك حاول ترد عليه ولكن بهدوء بدون عصبية ومشاكل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة يبتدعم من علاقتك بابينك وبين الأصدقاء فممكن تتلاقى أو تتقابل أنت وصديق أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة يبتدعم من وضعك خصوصا على مستوى بيت المتاعب فممكن تنجز أعمالك بشكل جيد أو تهتم ببعض الأعمال أهم شيء أنك ما تخليها تتراكم وبرضو اهتم بوضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهر برج القوس طبعا بالنسبة للبيت الأول معروف أنه ضاغط عليك الفترة هاي بسبب تواجد القمر في بيت المتاعب فعشان هيك التقلبات المزاج بتكون موجودة أعطال تأخير ما فيه إش بيمشي معك مثل ما بدك التقلبات المزاج حساسيتك نفسيتك مش مرتاحة الأوهام بتسيطر عليك بالفترة هاي بشكل كبير عما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا ضاغطة على المستوى المالي بتحدث بعض المشاكل أو المصاريف المفاجئة أو ضغط مالي معين فممكن تتوتر في بعض المسائل أو دفعات أو التزامات بتكون كبيرة بالفترة هاي حاول أنك ترتب وضعك المالي بشكل جيد وما ترضخ لها أمور ممكن أنه شوي تكون مش لمصلحتك ماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ممكن تنشط بتنقلاتك اليوم أو اهتمام بموضوع لعلاقة بسيارة أو تليفون أو أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء هنا بتعمل مخاوف على أمور إلها علاقة بالبيت أو تراكم أحداث أو أنه أقصاط أو إخلاء أو مشكلة في البيت أو الترحال أو رجعتك لأرض وطنك أو أمور إلها علاقة بالعيلة خلافات مشاكل كلها هاي ممكن أي شي منها يظهر خلال هذا اليوم أهم شي إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتتعامل بطريقة عقلانية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا المريخ موجود لا تحاول تفرض سلطتك لا تكون عنيد ولا عنيف أثناء تعاملك مع الحبيب لا تتزمت على رأيك لأنه هنا أنت اللي خسران المريخ هو اللي بيدفعك أنت لاختلاق المشاكل مش الحبيب اللي بيختلق المشاكل هو بيكون سبب بكلمة ولكن أنت اللي بتكبر الأمور وممكن تفتح بعض المخاوف ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا متقلبة على مستوى العمل تحدث بعض المفاجآت على مستوى العمل إيجابية أو سلبية فحاول تنتبه لكل أمور عملك إنجز أعمالك ما تخليها تتراكم ما تأجل أعمالك وبرضو انتبه أثناء تحركاتك انتبه على صحتك من التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة بتقارب ما بينك وبين الشريك فممكن تحلوا بعض المسائل أو تتوافقوا في مسائل معينة ممكن اليوم لقاء ما بينك وبين الزوج يكون جيد أو تهتموا بمسألة معينة أو مصالحة معينة أما بالنسبة للبيت الثامن فعطارت بضغط على أمور إليها علاقة بالأمور البنكية والقروض وأموال غير وأموال لا إلك مش قادر تحصلها إن الصابين المجازفات والمغامرات على المستوى الأموال المشتركة دير بالك وركز وخصوصا أثناء تعاملك بالقروض أو العقود أو المشاريع أو أمور بتتعلق في الضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى اتصالاتك وحواراتك مع أشخاص خارج البلاد فممكن تستاء أو تبتعد عن الأضواء شوي أو يصير خلاف ما بينك وبين شخص في بلد ثاني أو أجنبي فممكن أنه تحتد وتعصب اليوم أو ممكن أن يكون عندك امتحان فتتسرع بالإجابات فتكون النتيجة مش لصالحك أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك برضو تعامل جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صديق أو اتصال منه أو تعاون ما بينك وبين صديق على إنجاز أمر معين أما بالنسبة لبيت المتاعب يوم آخر غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن اتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية لا تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ برج الجدي طبعا الجدي معروفين انهم مضغوطين بالفترة هاي وبينقسم من الضغط على مرحلتين المرحلة الأولى بتيجي على المستوى النفسي يعني مضغوطين نفسيا وعصبيين ومتوترين وعندهم تقلبات بالمزاج والقسم الآخر بيجي على الوضع المالي والتقلبات المالية والحدية والالتزامات والرهبة من المصاريف فعشان هيك اول اشي ديروا بالك على نفسيتكم وديروا بالك على مصاريفكم والالتزامات والمغامرات المالية ديروا بالك منها بالفترة هاي لانه سهل الجازف وبعدين ما تزبط الأمور معاك عما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات وأمور إلها علاقة بأمور التنقلات والنقاشات صحيح الأجواء فيها صعوبة شوي ولكن إجمالا عندك قدرة على إنجاز كثير من الأمور خلال هذا اليوم فممكن تحل بعض المسائل بشكل جيد وممكن اليوم تناقش ولكن ما تفقد ثقتك بنفسك وخلي إشحن حالك بطاقة إيجابية كبيرة ركز على أمور قيادتك بالسيارة وأثناء تحركاتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة جدا على مستوى البيت في مشاكل بالبيت أو مشاكل عائلية بتظهر أو خلافات أو استياء من تصرف أحد أفراد العائلة حاول ما توجه صفات الأمر وحاول ما تختلق المشاكل وحاول ما تصعد الأمور برضو للستات اللي بتعمل بالمطبخ تدير بالها أو اللي في البيوت تدير بالها من الإصابات أو الحروق ما أثر بشغلهم في المطبخ أو أعمالهم المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا منقول لك أورانوس بعمل بعض المفاجآت على المستوى العاطفي خلافات ونقاشات حدي وممكن تطور تورط علاقة عاطفية بقطيعة وخصوصا إذا تزمت برأيك ووجهة نظرك أثناء تعاملك برضو مع أبنائك أو أحد الوالدين احذر من تكبير المشاكل أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم ببعض الشؤون الصحية أو تطلع نتيجة صحية إيجابية لصالحك أو تجد علاج لشيء متعبك أو تتشافى من أشياء صحية كنت تعاني منها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا متقلبة على مستوى علاقتك بالشريك فديروا بالكول خصوصا الأزواج من تقلب المزاج أو الحدية أو العصبية أو ردات الفعل السلبية أو الخلافات اللي ممكن تظهر على الساحة اليوم ما بينكم وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور حادة وضغطة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تظهر مسائل مالية معقدة أو بعض المطالبات المالية أو عطل في مسألة العلاقة في موضوع بنك أو ضريبة أو تأمين أو قرض معين حاول أنك ترتب وضعك المادي بشكل جيد وبرضو ما تتهور وما تندفع وإحذر من النصابين والمحتالين بالفترة أما بالنسبة لبيتك التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بتواصل مع واحد أجنبي أو خارج البلاد أو موضوع علمي أو أكاديمية أو تعليم أو مسألة تعليم أو دراسة أو امتحان أو مناقشة كلها هاي الأجواء بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة برضو الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم صير تحالف أو تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأمور المهمة وتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة بتدعم من علاقاتك ما بينك وبين الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وممكن تحل مسألة كانت صعبة أو خلاف كان أو سوء تفاهم بينك وبين صديق أو زيارة أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم برضو على مستوى إيشي إلو علاقة بالعمل وإيشي إلو علاقة بالصحة وممكن اليوم تأخذ قسط كافي من الراحة وترتاح حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة اليوم يبل ما يصل القمر لبيت متاعبك بعدين الفترة القادمة بتكون ضاغطة شوي عليك وبكون فيها بعض خيبات الأمل برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت الأول أجواء جيدة نفسية أحسن عندك قدرة على إنجازك كثير من المهام أو الاهتمامات خلال الفترة هاي سرعة البديهة عندك عالية جدا عندك نشاط وحيوية وقدرة على إنجازك كثير من المهام يعني عندك برضو رغبي اليوم لإتمام أعمال أو عندك مخططات كثيرة بتحاول إنك تتممها أما بالنسبة للبيت الثاني فالمخاوف ما زالت موجودة أو التقلب بالمزاج عندك أو الوسوسة أو الأوهام على الوضع المالي بتزيد فيه نوع من أنواع الضغط المالي أو وهم معين أو خوف من مسألة مالية معينة أو مطالبة أو أحداث مالية ممكن أنها تكون بالفترة هاي طبعا هاي مجرد أوهم حاول تركز أمورك بشكل جيد وابعد عن المصاريف اللي أنت غير مرغوب فيها أو الزائدة وحاول رتب وضعك بشكل عقلاني أكثر اللي برسم لك هي الخيال للمغامرة أو المجازة فيه أو الأرباح اللي ممكن تحصلها من مشروع معين بدون دراسة اعرف أنك أنت غلطا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء من المريخ هي اللي ما زالت بتعطيك نوع من أنواع العصبية والحدية وتقلب في المزاج في بعض الأوقات وبرضو بعطيك نوع من أنواع التسرع حاول أنك تضبط عصبيتك قدر الإمكان وما تنفعل وما تعصب إذا كان عندك مناقشة أو عندك امتحان برضو حاول أنك تكون هادي أثناء تحركاتك برضو انتبه من الإصابات وأثناء تنقلاتك بالسيارة برضو انتبه من أي أعطال ممكن تصيب السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء على مستوى المنزل أو العائلة متقلب لحظات بتيجي شغلات مفاجئة أو أحداث مفاجئة أو بعض المساوي أو الخلافات أو النقاشات الحادة أو الأعطال على مستوى البيت أو أحداث بتتعلق في أحد أفراد العائلة ممكن صحيا أو نفسيا أو مشكلة معينة شوي أنت بتعاني منها أو بتحاول أنك ترتبها أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة فما زالت الأجواء الحظوظ بتساندك في بعض المسائل وبتدعمك في بعض المسائل فممكن تعزز الثقة في بعض القوة أو بعض نقاط القوة ممكن تعمل تقارب أو تلاقي ما بينك وبين الحبيب بالفترة هاي وممكن برضو تفتح مجالات جيدة إلى خطوبي أو تطور وضع معين أو أمور إلها علاقة بالأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء متقلبة على مستوى العمل في ضغوط في تقلبات في أحداث بتصير بشكل مفاجئ على مستوى العمل يا بتراكم عمل يا بجيك عمل إضافي يا بجيك شغل زيادة يا إما مشكلة بتطلع في عمل معين أو بتعاود ترجع بتعيده من أول وجديد أو تعطيل في بعض الأعمال وبرضو على المستوى الصحي بتحدث بعض التقلبات أو التطورات اللي بتكون مفاجئة فممكن مرض أو تعب أو تتشافى من مسألة معينة ولكن بدك تنتبه من التقلبات هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي برضو نفس الشيء بتضغطك فعشان هيك بتسبب لك نوع من أنواع الإرباكات أو التقلبات أو الحدية بالطباع أثناء التعامل مع الشريك أو ما بين الأزواج حاولوا ما تكبروا الخلافات وما تدخلوا بنقاشات حد بالفترة هاي عشان ما يزيد الخلاف وتصير فجوة كبيرة وبتنعوا أو بتعدوا عن الأوراق أو المعاملات القانونية أو القضايا القضائية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى القروض وعن مستوى التسهيلات والأمور لإلها علاقة بالأموال المشتركة أو شراكي مالي معينة أو أمور إلها علاقة بقرض أو داعم معين أو مساعد معين أو أمور إلها علاقة ببنك أو ضريب أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بموضيع إلها علاقة بالسفر أو امتحانات أو مؤسسات تعليمية أو أوراق قانونية يعني برضو بتكون لصالحك في بعض الجهات ولكن لا تبدأ بقضية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ممتازة جدا وبتدعمك وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل قوي وجيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء بيتك 11 بتدعم من علاقتك بينك وبين الأصدقاء وبعمل تقارب جيد فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم مع صديق أو تتبادل آراء أو أفكار أو تمد يد العون أو صديق يمد يد العون لا إلك أما بالنسبة لبيتك بيت المتاعب فهنا بدك تكون حذر لأنه بسبب لك كثير من المشاكل على مستوى العمل وعلى مستوى أمور لها علاقة بالتقلبات الصحية فهو بيضغطك صحيا وبيضغطك على العمل فعشان هيك حاول تنجز لإشي الضروري حاول ما تحمل أكثر من عمل مع بعض ما ترهق حالك كثير حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وإن شعرت بشيء غير اعتيادي على المستوى الصحي حاول أنك تراجع طبيبك برج الحوت بالنسبة للبيت الأول طبعا نفسيتكم اليوم شوي فيها نوع من أنواع المخاوف أو الوسواس أو القلق أو التوتر أو أشياء خوفيتك من مسألة معينة حاسس بنوع من أنواع الإحباط أو يعني ملل من أشياء معينة بتحاول أنك تخلي الأمور روتينية ولكن اطلع من الجو السلبي هات وحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فهنا بضغطك على مستوى المصاريف فممكن تفرغ أنت بالضغط هذا تتجه باتجاه المشتريات أو المصاريف أو بعثرت الفلوس أو أمور إلها علاقة بمشاريع شوي ممكن تكون صحبة أو فاشلة بالفترة هاي ركز على وضعك المالي وما تجازف وما تغامر بالوضع المالي تاعك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنها متقلبة على مستوى الاتصالات والمواصلات فممكن أنه اليوم أنه يكون في مفاجآت مشوار ضروري طلعة خروجة اتفاق معين حل مشكلة معينة ولكن نقاشات ممكن تكون حادة وممكن تظهر بعض العقبات عندك أو بعض المخاوف من بعض المسائل ما تقدر أنك تحلها بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني ممكن تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو تهتم في مسائل إلها علاقة بالعقار أو بالبنى أو بالترحيل أو بشراء بيت أو منزل جديد ممكن أنك أنت تهتم ببعض المسائل العائلية أو نقاشة أو حوار في مسألة معينة أو حل خلاف معين خلال هذا اليوم برضو تدل على نوع من أنواع الاجتماعات أو التلاقي العائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا عطارت بحدث بعض المفاجآت خلال اليوم على المستوى العاطفي فممكن خلاف أو صدام أو نقاش حاد أو توتر علاقة أو ينفتح موضوع قديم أنت ما كنت حابب أنه ينفتح أو ممكن مشكلة تتعلق بأحد الأبناء فتقلقك بشكل مفاجئ أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فبترك على مستوى العمل بيعملك إرباك أو عمل إضافي أو زيادة بالعمل أو إرهاق من العمل أو مشكلة بتتعلق فيك وما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل برضو في بعض الأشخاص بتأثروا منها صحيا فبتحدث بعض المشاكل الصحية أو التوترات الصحية أو العصبية عندهم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتدعم من علاقتك ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب جيد ما بينكم فممكن تحلوا مشكلة معينة أو يصير في تلاقي ما بينكم وبين بعض خلال هذا اليوم على مسألة معينة فممكن تتصالحوا مثلا أو تتصافوا بسبب وضع معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تبادر في أمور إلها علاقة في البنوك أو الضريبة أو تخليص معاملة أو تأجيل ديون أو دفعات أو اهتمامات مالية شوي بتكون مربكة ولكن اليوم ممكن أنك تحلها أو تجيك تطمينات لإمتى ما ممكن تنحل أما بالنسبة للبيت التاسع بصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع أحبائكم فترة مناسبة لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى أو تتلقى إشارة أو خبر صار يعتبر هذا برضو من الفترات الإيجابية خلال هذا الشهر بتكون الفترة هاي دينماكية جدا وبتشكل محطة للإنطلاق بورش جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة فاليوم ممكن تدافع عن سمعتك وممكن تعزز علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو مقابل العمل أو تقدم العمل في مؤسسي ما أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة على مستوى العمل وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية اللي بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء